تحت اكذوبة يوم الغدير او ما يعرف في الاساطير الشيعية الاسرائيلية تروج ميليشيا الحوثي لامتيازها العرقي الكهنوتي في التسلط على رقاب اليمنيين ومصادرة حقهم في اختيار من يمثلهم في السلطة الحاكمة ويوم الولاية هو يوم ضد الانسانية اليمنية وضد العقل البشري واهداف ومبادئ الثورات الجمهورية والنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الاقتراع الحر والانتخابات النزيهة وباسم هذا اليوم استباح المشروع اللاهوتي لأسرة الحكم الكهنوتي الثقراطي دماء اليمنيين وتدفقت انهار كثيرة من دماء الضحايا الابرياء عبر التاريخ الاسود لسلالة الحكم بالقوة والارهاب العنيف ومن سوء حظ الحوثيين اعادة احياء خرافات بائدة لم يعد لها مجال قبول في العقلية اليمنية المعاصرة والذهنية الجمعية المنفتحة على الوعي الجمهوري المتنامي والفكر الحضاري المتنور المواكب لثقافة العصر وتحولاته الحديثة والاصفاء او دعوات الامتياز الجيني في الحكم هو فكرة شيطانية تعبر عن احد مرتكزات المشروع الامامي الذي عفى عليه الزمن وافتقد ارضيته في الوعي اليمني المتنامي الذي بات ينبذ مثل هذه الدعاوى جملة وتفصيلا على ان مشروع الولاية يقوم اساسا على استباحة كل ما يملكه الشعب من حريات وحقوق في الحياة الكريمة والعيش بامان ورخاء اقتصادي وفق السياق العالمي لحياة الشعوب والبلدان المعاصرة وعرفت اليمن الشورى في الحكم منذ عهد الدولة السبائية التي وثق القرآن الكريم حكمها على امر الشورى قبل ان يعرف العالم معنى الشورى في الحكم او تطبيقاته في حقب التاريخ الانساني الاقدم